دي ليست المحاولة الأولى للحديث عن التهجير لكن بكل تأيدي كان فيه محاولات سابقة بداية القصة جاءت إزاي؟ لأنا عايزة أقول لحضرتك حاجة لأنه أنا تأثرت جداً بالحلقة اللي قدمتها قبل كده وطبعاً إحنا بنتابع الفيديوهات هذا الكيان كيان إرهابي يعني يجب أن نؤكد على أنه كيان إرهابي وأنه هذا الإرهاب منذ إعلان قيام هذه الدولة وأتصابها لفلسطين وأتذكر أن الوصائق المصرية والبريطانية وغيرها بتشير إلى تسميم الأبار في الثلاثينيات لإبادة الشعب الفلسطيني ثم بعد ذلك عمليات زبح قرى بالكامل قبل حتى إعلان قيام الدولة أو هذا الكيان بعد ذلك عندنا قصص لمذابع كثيرة وقرى يعني ممكن أعدلك عشرات من المذابع فاللي بيحصل في غزة هو مختلف في النوع لأنه غطرست القوة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية أما بالنسبة للمصر فمصر في القلب من هذه الأحداث ومنذ ما قبل إعلان أيضا قيام هذا الكيان مصر علاقتها بالقدس وعلاقتها بالفلسطين علاقة وثيقة جدا وممكن يعني أبادر فأقول لحضرتك أن هذه العلاقات بتبدأ في مرحلة التاريخ القديم كمان يعني التاريخ المصري القديم لكن خلينا في عمليات التهجير والطمع في سيناء الطمع في سيناء والضغط على مصر ومحاولة استقطاع سيناء من مصر وحاولات قديمة للحية لكن الحركة الوطنية المصرية في التاريخ الحديث والمعاصر بتقب بالمرصاد زي بالضبط من موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا حديث حول مشروع تبادل الأرض أو حول مشروع استقبال أشقائنا الفلسطينيين لأنه ده وفقا للرؤية المصرية معناها تصفية القضية الفلسطينية طبعا قبل حتى بازل أنا عايز أقولك فيه ممحاكات من العناصر اليهودية المتطرفة لمحاولة استيطان دير سانت كاترين أو بالقرب من دير سانت كاترين وفي أزهانهم كمان العريش والعريش كانوا يطلقون عليها العريش الفلسطينية بحيث أنهم عايزين يكونوا دولة هنا قبل فلسطين ففيه ممحاكات ومحاولات استيطان خفيفة كده لكن كان الرهبان في دير سانت كاترين بيلجأوا للدولة العثمانية فكان سلاطين العثمانيين بيطردوا أي حد يحاول أن يجي يمت دير سانت كاترين أو في شبه جزيرة سيناء قبل بازل قبل تيودور هيلتزل ما يعمل مؤتمر الصهيون الشهير فيه عيون على مصر أيضا فيه محاولة لإقامة هذه الدولة في العريش في المنطقة حوالي 620 كم في هذه المنطقة طبعا أساطير وتراطية وأكازيب والتوراء أساسا فيها تزيف أساطير حول سيناء وأهمية إقامة الدولة في سيناء فلسطين مؤجلة لأنه دي أرض المعاد ولو راحوا فلسطين يبقى عدة 80 سنة مش أكتر وتنتهي الدولة اللي هيأسسوها احنا قربنا على 80 على فكرة هم عندهم معقدة من العقد التامن دي تحديدا احنا قربنا على 80 هو فهي الفكرة كلها أنه هو محاولات الضغط على مصر ومحاولات قديمة طبعا هرتزل قبل هرتزل فيه بول فريدمان وعلى فكرة المخترحات هم ما بينسوش حاجة هم فيه أهداف زي من النيل للفراط كده وبعدين ظروف الموضعية لا تناسب أن هم ينفزوها فيأجلوها لكن لا تلغى خليه أسأل بقى حضرتك يعني زي ما حضرتك بتتكلم عن تيلور هرتزل وطبعا مؤسس لولة إسرائيل كان فيه قبل ما يختاروا فلسطين كدولة لإسرائيل كان بالفعل فيه مقترحات لدول أخرى تمام أعتقد كانت أوجندا الأرجنتين هي أوجندا لكن في الخرائط البريطانية الموثقة هي كينيا ليس أوجندا لكن احنا يعني من الأخطاء الشائعة أنه دايما نقول أغندا لكنها في الوثائق وفي الخرائط الوثائقية هي كينيا كينيا والأرجنتين هذه المعلومة وتم في الآخر وقع الاختيار على الأراضي الفلسطينية قبل فلسطين بقى العريش العريش وعشان كده أقول لحضرتكم ما بن بنسوش حاجة يعني بول فريدمن قدم تصور أنه تتعمل قناة اللي هيبقى أسمعها بعد كده في قناة ديفيد بن جوريون أو بن جوريون من العقبة إلى حيفا وخلي بقى لحضرتك حيفا دي ما هو اللي بيحصل ده مش بعيدة عن النظام العالمي اللي بتولد مش بعيدة عن خط سكة حديد الهند الشهير ده اللي بيشتغلوا فيه مش بعيدة عن الصراعات الدولية كمان لكن خلينا أقولك أنه فكر في الخط ده عشان تضرب قناة السويس وفكر فيه توصيل خمسة مليار حوالي خمسة مليار متر مكعب مياه أسفل قناة السويس للدولة اللي هو تصورها اللي هي دولة العريش دي أو عند العريش لما بيجي هيرتزل بيبعت صحفيين هنا يجلسوا نبض مصر هل هتوافق على التنازل عن أعزيل منطقة الحركة ولطنية المصرية حتى الإنجليز طبعا رفضوا ده أن ده يضر به هو حتى الرد جاء كده أنه حيتم إفقار الفلاح المصري الميال اللي هتروح دي لسيناء أو لإسرائيل يعني للكيان المزعوم ومش هيتم إفقار الفلاح المصري بس كمان هتتأثر قناة السويس فرفض المشروع لكن بيصر هيرتزل قبل المؤتمر أن يجي مصر ولما يجي مصر 1903 لا تقبل اقتراحاته ويرجع تاني يرجع يعلم قيام الدولة أو استهداف فلسطين نفسها والمؤتمر عارفينه وبرتوكولات حكماء صيون معروفة ونعاني من خلق هذا الكيان في الشرق على أرض حبيبة واختصابها اللي هي أرض فلسطين إحنا لو ميشينا هنلاقي محاولات استخطاع فلسطين عبر تاريخنا المعاصر محاولات مستمرة محاولات لم تتوقف وهنا يمكن لو خصينا هذا الكيان هنجد 56 مثلا بعد 48 هنجد أنه هم بعد الإنذار السوفيتي والإنذار البريطاني وفشل العدوان السلاسي وخروجه من مصر بنجد أنه بريطانيا بتخرج وفرنسا بتخرج لكن إسرائيل بتقعد في تيران وصنافير عشان خاطر عايزة تمر من خليج من مضيق تيران ممحكة كده وتقعد في المكان ده لغاية ما بتخرج 57 لو عدينا روحنا لستة يعني قفزنا بعد كده هنجد الممحكات مستمرة ولذلك كانت المؤامرة الكبرى في 67 والمؤامرة الكبرى في 67 أمريكية أمريكا المنحازة لرببتها إسرائيل وهذا المصطلح قديم كرر أكثر من مرة في الكتابات العالمية وفي الكتابات المصرية وعباس العقاد الشهير استخدم هذا التعبير وده شيء بشع أن الولايات المتحدة الأمريكية تكون بهذا الانحياز اللي احنا بنشوفه الآن فحايزة أقول أنه المؤامرة في 67 انتهت باحتلال سيناء بالفعل لكن الشعب المصري والجيش المصري عنده عقيدة سابتة اللي هي الأرض كالعرض وبالتالي ما فيه شبر واحد ممكن نستغنى عنه لأي حد فكانت حرب الاستنزاف وكان حرب اكتوبر 73 وتم استرداد سيناء هل توقفت المؤامرات المؤامرات لم تتوقف حتى بعد كامب ديفيد وبعد معاهدة السلام وعشان كده يطلع لنا بقى تصورات تبادل الأرض يطلع لنا يجر ايلاند بالصفقة القرن ويطرح علينا الفكرة القديمة ما هو المنطقة دي في دماغهم قديمة لكن قديمة كإقامة دولة ليهم هنا في العريش لكن دلوقتي حنا نتكلم عن تهجير الدولة دي فاندم لم يقعنا الحدود هذا الكيان لم يقعنا الحدوده ولما كانوا بيحاولوا مع عبد الناصر أنه يعمل معاهدة أو سلام كان دايما يستخدم هذا التعبير أنه هو إيه الكيان ده وفين حدوده فما فيش حدود حتى الآن حتى الآن الحدود هي الحدود التي يمكن أن يصل إليها هذا الكيان وبالتالي من النيل للفراط وليهم بقى يعني أساطير طوراتية حول مدين وحول الجدة وجزء من العجاز وحول شبه جزيرة سيناء اللي هو من النيل للفراط ويؤسفني أن أقول لحضرتك أنه الآن بيحاولوا تطبيق ده والعنف اللي موجود في سيناء ده كله مرتبط بحاجتين يعني مرتبط بالفكرة بتاع من النيل إلى الفراط ومرتبط بمخاض ميلاد نظام عالمي جديد والصراعات اللي احنا شايفين عشان كده يعني احنا بنثمن سياسة الرئيسة الفتاح السيسي لأن النظام العالمي فيه ضباب فيه ضبابية انت ما تعرفش مين مع مين ولو قامت أي حرب إخلامية ما تعرفش التحالفات ممكن تبقى ازاي والتاريخ علمنا أنه ممكن التحالفات تكون صادمة يعني ممكن لا تستبعد أبدا ده على سبيل التصور يعني أنه لو قامت حرب إخليمية أنا ممكن كنت تلاقي روسيا مع أمريكا لا تستبعد أبدا يعني في التحالفات الدولية انت وقصين مع لا عشان كده الرؤية الضبابية دي أثناء في لحظة ميلاد منظام عالمي بتدفع تمانها غزة بيدفع تمانها الفلسطينيين